كل الأنظار تترقب الحدث التاريخي الذي ستحتضنه المحكمة الفيدرالية في واشنطن جلسات المحاكمة تجعل من ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية على الجانب الآخر يتابع حاكم البيت الأبيض السابق يومياته في انتظار مثوله أمام المحكمة واجهة التهم المحقق الخاص جاك سميث الذي أشار بأصابع الاتهام لترامب بسعيه إلى عكس خزارته في انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في لائحة الاتهام إشارة واضحة بوجود مشروع إجرامي يهدف إلى تقويض أسس الديمقراطية الأمريكية فضلا عن تشجيع هجوم الكابيتول من خلال ما وصفته لائحة الاتهام بأكاذيب ترامب وفي تطور لافت قد يؤثر على مسار المحاكمة وجه نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس أعنف انتقاد لترامب مؤكدا أنه طلب منه إلغاء نتائج الانتخابات للأسف كان الرئيس محاطا بمجموعة من المحامين المجرمين الذين استمروا في إخباره بما يريد سماعه بينما أنا أدافع عن ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة أريدهم أن يعرفوا ما يعنيه بالنسبة لي سأظل دائما متمسكا بدستور الولايات المتحدة الأمريكية ويبدو أن بينس وإن صار أكثر سراحة في انتقاده لترامب إلا أنه لم يتضح بعد وفق متابعين ما إذا كان سيشهد ضده في حال الطلب منه ذلك في المحاكمة وعلى الرغم من الدعاوة القضائية لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء قسم كبير من حزبه فهو يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية حتى إنه يوسع الفجوة بينه وبين منافس حاكم فلوريدا رون دي سانتس الذي يراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابية